وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة تقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب الحرف التراثية للمحافظة عليها وتنميتها وذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور فعال في النمو الاجتماعي والاقتصادي فضلا عن المساهمة الهامة للحرف التراثية في الحفاظ على الهوية الوطنية وعلى الثراء الثقافي والحضاري لمصر كما وجه الرئيس السيسي خلال اجتماعه بوزيرة تضامن الاجتماعي نبيل القباج بتطبيق أعلى معايير الجودة للصناعات الحرفية بما يتناسب مع القياسات الوطنية والدولية مع الحرص على عنصر الابتكار والمزج بين الأصالة والمعاصرة ومراعاة تشغيل رأس المال بطرق فعالة لصالح الحفاظ على تراث الوطنية وتعزيز التنمية الإنسانية والمستدامة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد أيضا استعراض لتجربة الرائدات المجتمعيات في مجال تعزيز وعي المرأة والأسرة والمجتمع من خلال الجهود التنموية التي تقوم بها آلية الرائدات المجتمعيات على عدة محاور تختص بالخدمات والتوعية بالإضافة إلى التنصيق مع الجمعيات الأهلية والقيادات المحلية ووجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بمواصلة تلك الجهود لرصد وحل المشكلات المجتمعية الشائعة على أرض الواقع وبلورة أفضل للسبل وتنفيذ الحلول المناسبة لها